الشعر وتعدد القراءات في السماع الصوفي تلقى المجموعات الشعرية الصوفية رواجاً كبيراً في الغرب إذ درجت مؤخراً عادة قراءة الشعر الصوفي وإسقاط معانيه على يوميات حياتنا يثير هذا الأمر حفظة بعض الدارسين للشعر الصوفي الذين يرون في هذا الإسقاط خيانة للنص الأصلي وتحويراً له عن السياق الذي وضع له ولكن يلاحظ أن المتصوفة في الفترة المبكرة من تاريخهم قد مارسوا العكس من ذلك إذ غالباً ما استلهموا ترنيماتهم الصوفية من قصائد الغزل والمديح والخمريات وغيرها من أجناس الشعر العربي تشير المصادر الأولية إلا أن الشعر قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بسير المتصوفة الأوائل وفكرهم فقد أفسح الشعر مجالاً للتعبير عن مشاعر وحالات ومواقف من خلال إشارات خفية تقنع المعنى عوضاً عن التعبير عنه بنثر مباشر تعالج هذه المقالة كيفية استلهام التصوف الإسلامي المبكر للتراث الشعري العربي من خلال طقس السمع وتبين كيفية انتقال المعاني والثيمات الشعرية إلى السياق الصوفي وتوظيفها في أداء ساهم إلى حد ما في تأسيس شعرية صوفية تركز المقالة على الفترة المبكرة من تاريخ التصوف من القرن الثامن حتى العاشر الميلادي وقد وصلتنا غالبية المادة التاريخية من هذه الفترة من شعر وقصص وأخبار عن طريق مصنفات القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين تخصص هذه المصنفات فصولاً للشعر الذي استشهد به المتصوفة في التعبير عن حالاتهم وأفكارهم وفصولاً أخرى تعنى بالسماع الصوفي الذي غالباً ما يوظف الشعر بديهي أن يثير استعمال الشعر من ناحية وإنشاده على وقع نغامات موسيقية من ناحية أخرى حفظة بعض العلماء حتى من المتصوفة أنفسهم وهذا ما دفع عدداً من منظري المتصوفة إلى الدفاع عن التمثل بالشعر والاستشهاد به وغنائه ومن الملاحظ أن هذا الشعر سواء في الفصول المخصصة بالاستشهادات والأمثال أو في الفصول المعنية بالسماع غالباً ما يستعار من قصائد غزلية ومتحية مخمرية من الموروث العربي الجاهلي والأموي والعباسي فكيف انتقلت هذه المعاني والثيمات الشعرية من بلاطات القصور إلى الزوايا الصوفية؟ حين سئل الجنيد البغدادي عن سبب اضطراب الإنسان عند السماع أجاب إن الله تعالى لما خاطب الذرة في المثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت الأرواح عذوبة الكلام فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك من حيث الاحتراق ويقول رويم في قول مشابه سمعوا خطاب الأول قوله ألست بربكم فكمن ذلك في أسرارهم كما كمن ذلك في عقولهم فلما سمعوا الذكرى ظهرت كوامن أسرارهم فانزعجوا كما ظهرت كوامن عقولهم عند أخبار الحق لهم عن ذلك فصدقوا يشير الصفيان المشهوران هنا إلى يوم المثاق أو يوم ألست في هذا اليوم اللاتاريخي الوارد ذكره في الكرآن شهد البشر للخالق بالربوبية قبل خلقهم أي وهم في عالم الذر يحن المتصوفة دوما إلى تلك اللحظة إلى خطاب الله الأولي لهم إلى لحظة الخلق الأولى وما قبلها فالذكر هنا فعل تذكر ولا تتمثل وظيفة الشعر الصفي في الذكر في التعبير عن خطاب ما بل في إيقاظ المعرفة الأولية والشعور في حث المتلقي قارئا أو مستمعا على التذكر يتعدد المتلقون في مجلس السماع الواحد فالسمع بطبيعته وتقوصه ظاهرة اجتماعية جماعية وتعدد المتلقين للمادة الشعرية يحتم تعدد القراءة التأويلية لها فمثلا ينشد الشاعر أو القوال بيتا من الشعر الغزلي أو الخمري يحمل البيت معنا أوليا ولكن القوال أو المستمع يفهم منه معنا صوفيا مغيرا للمعنى الأصلي وكل مستمع يشكل معناه الخاص من خلال معرفته الأولية عبر فعل التذكر أو وفقا لحالته الروحية الآنية فالمعنى لا يأتي من تسلسل الكلمات بل يكمن المعنى في وقع هذه الكلمات في النفس والأثر الذي تولده التجربة الروحية التي يختبرها المتلقي وقد أشار إلى هذا الأمر عدد من منظري التصوف إذ يقول الجنيد السماع من حيث المستمع ويفصل أبو بكر السراج ضروب المستمعين وطبقاتهم ويورد أبو عبد الرحمن السلمي الخبر التالي سمعت عبد الله عبد محمد يقول حضرت مع الشبلي ليلة في مجلس سماع وحضره المشايخ فغنى قوال شيئا فصح الشبلي والقوم سكوت فقال له بعض المشايخ يا أبا بكر أليس هؤلاء يستمعون معك ما لك من بين الجماعة فقام وتواجد وأنشد شعرا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا وأنشد على إثره لي سكرتاني لي سكرتاني وللندماني واحدة شيء شيء خصصت به من بينهم وحده نرى هنا تباين الانفعالات في مجلس السماع الواحد ويلاحظ أن الشبلية قد وظف بيتا غزليا لكثير عزة وأخر خمريا لأبي نواس معيدا تأويلهما في سياق صوفي يعبر عن حاله في وجده وفي هذا السياق يظهر أداء الشعر في السماع لأنه تجربة روحية فالمنشد يأتي بعدد من الأبيات يجمعها يغنيها قصرا ومدا ينقص من القصيدة يزيد عليها يدمجها بغيرها ووجود الجمهور قد يؤجج من تفاعل المنشد والمتلقي مع النص الأصلي والمعنى في كل هذا يتغير من شخص إلى آخر بحسب حال المستمع فرديا أو جماعيا لننظر مثلا إلى أداء الأبيات الغزلية في قصة دخول ذنون المصر إلى بغداد قال أحمد بن مقاتل العكي لما دخل ذنون المصر بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعهم قوال فاستأذنوه بأن يقول بين يديه شيئا فأذن فابتدأ يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك وأنت وأنت جمعت من قلبي هوا قد كان مشترك أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى قال فقام ذنون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ويسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذنون الذي يراك حين تقوم قال فجلس ذلك الرجل ينسب أبو الفرج الأصبهاني هذا الشعر الغزلي الذي أنشده القوال في كتابه الأغاني للوزير الشاعر محمد بن عبد الملك الزياد بغناء أبي حاشيشة لا نعرف على وجه التحديد كيف فهم ذنون هذا الشعر ولكن إذا أردنا تفسير الشعر صفيا يعود ضمير المخاطب في هواك إلى الله وتأليف القلب في جماعة من قلبي يشير إلى حال الجمع في التصوف حين يرى الصفي كل شيء من الله وإلى الله وفي الله بينما يشير البيت الثالث إلى حال الفرق حين يرد الصفي إلى وجوده البشري بعد حالة من الجمع فيبكي لفراق محبوبه الإلهي أدخلت هذه الأبيات ذنون في حالة من النشوة أو الطرب ظهرت في تصرفه في المجلس تشير الأبيات في نظر ذنون إلى الله وحبه إله ووجوده البشري في علاقته مع الإله المطلق في القصة نفسها يحذو رجل حذو ذنون ولكنه يجابه برفض قاطع لهذا الفعل من ذنون نفسه إما لأن ذنون قد شعر بنفاق الرجل أو لأنه وقد رد إلى حاله الأولى وعى فداحة فعله من خلال تصرف هذا الرجل فاستهجنه في هذه القصة لدينا أبيات شعرية غزلية تؤول صوفيا في مجلس للسماع توقظ من خلال فعل التذكر معرفة صوفية تؤدي إلى حالة من الوجد يندر أن يصرح الخبر الصوفي باسم الشاعر الأصلي كون هذا التصريح يعيد المتلقي مستمعا أو قارئا إلى سياق تاريخي محدد يحاول الصوفي تجاوزه دوما فالمتلقي يؤول النص وفقا لحالاته الروحية مانحا إياه معنا جديدا تتعدد القراءة في المجلس الواحد ويتعدد بذلك أصحاب هذه القراءات ولكن في السياق الصوفي على الأقل تشير جميع هذه القراءات أو المعاني إلى المؤلف أو المعنى الأول الله ترجمة نانسي قنقر